في مثل هذا اليوم قبل 17 عاماً تأسست هيئة علماء المسلمين في العراق في العام 2003 من جمع غفير من علماء العراق في الداخل والخارج وذلك بعد وقوع العراق في قبضة الغزو الأمريكي منذ اليوم الأول لتأسيسها أخذت الهيئة على عاتقها التصدي السياسي والإعلامي للمشروع الأمريكي والمتمثل بالعملية السياسية ودعم المقاومة الوطنية العراقية ضد هذا الغزو ناهضت الهيئة منذ اليوم الأول التوجهات والأسس الطائفية والعرقية التي قامت عليها العملية السياسية وتبنتها أحزابها وميليشياتها وحذرت من تداعيات هذا النهج الطائفي على حاضر العراق ومستقبل شعبه كما حذرت من إقرار الدستور الحالي الذي تعامل مع الشعب العراقي بصفته مكونات طائفية وعرقية وليس شعباً واحداً ذهوية كلية واحدة كما كان لهيئة علماء المسلمين موقف محذر من التعاون الأمريكي الإيراني في العراق وأن الاحتلال الأمريكي هو من وفر لإيران الأرضية المناسبة لزيادة توغلها في العراق كما كان هذا الاحتلال البوابة الجهنمية للتوغل الإيراني في عدد من الدول العربية وإشعالها الحروب الطائفية فيها كما هو الجار الآن في سوريا واليمن وحذرت الهيئة من مشروع الصحوات الذي أسسه الاحتلال الأمريكي عام 2007 لتكون هذه التشكيلات العسكرية رديفاً لقواته التي أوذيت كثيراً في معاركها مع المقاومة الوطنية العراقية وأكدت الهيئة في حينها أن هذا المشروع الأمريكي إنما يستهدف المقاومة العراقية تحت لافتة محاربة الإرهاب كما ساندت وآزرت الهيئة كل الحركات الشعبية العراقية ضد العملية السياسية وأحزابها الفاسدة بدءاً من ثورة 25 إشباط عام 2011 وتظاهرات المحافظات المنتفضة عام 2012 وثورة تشرين وغيرها كما كانت منصاتها الإعلامية في مقدمة من تصدى لفضح أهداف الحرب الطائفية التي شنتها القوات الأمريكية والميليشيات وفرق الموت الطائفية ضد سكان المحافظات المنكوبة كما يلعب قسم حقوق الإنسان فيها دوراً حقوقياً رائداً في تسليط الضو على الانتهاكات الحقوقية سواء داخل السجون الحكومية أو خارجها كما تنشط مؤسساتها الإغاثية في تسير قواف الإغاثية منتظمة لمساعدة النازحين والمهجرين وهكذا حملت هيئة علماء المسلمين منذ تأسيسها مسؤولية الدفاع عن العراق كل العراق وتعريف الرأي العام العربي وحتى الدولي بحقيقة ما يجري في العراق منذ العام 2003 وحتى اليوم وهو مكلفها أثماناً باهضة من دماء العديد من أعضائها وتهجير ومطاردة الأحياء منهم